اتفقت الحكومة السورية وفاصل المسلحة على تحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة في كفريا والفوعة والزبداني وبموجب الاتفاق ستتواصل المفاوضات لتأمين انتقال المجموعة المسلحة المحاصرة في الزبداني إلى ريف إدلب مقابل فتح ممرات إنسانية لسكان بلدتي كفريا والفوعة التي تحاصرهما جبهة النصرة منذ أربع سنوات توقفت المعارك على جبهات كفريا والفوعة بريف إدلب ومدينة الزبداني بريف دمشق بعد الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار مدته 48 ساعة يليه هدنة طويلة لوقف القتال لمدتها أشهر وفقا للبنود التي توصلت إليها الحكومة السورية مع فصائل مسلحة أهم بنود الهدنة بالنسبة لكفريا والفوعة بعد فشل المفاوضات لمرتين سابقتين تبدو قد تبلورت بعد الحاجة الملحة إليها من كلا الطرفين حيث تضمنت البنود وقفا فوريا لإطلاق النار يليه فتح لممرات إنسانية لإدخال المساعدات ونقل الجرحة ومن ثم الانتقال لمحلة تشرف عليها الأمم المتحدة تقوم بالتحضير لنقل المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ لخارج كفريا بالمقابل إخراج المسلحين العالقين داخل الزبدان إلى ريف إدلب مع عائلاتهم المتواجدة في مضايا فيما تحوم المخاوف من أي خرق تقوم به الفصائل التكفيرية وتعيد الاجتباكات إلى جبهات القتال ما يخيف في الموضوع المفاجآت الكبيرة مفاجآت الاجتياح تعتبر كارسة جدا 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 صعبة على القرية لأنها لو حدست فستكون مجزرة مجزرة بحق ناس دافعوا وقاتلوا واستبسلوا وصمدوا وكانوا مخلصين في كل شيء صمود أهالي بلدتي كفريا والفوعة بوجه جحافل المسلحين كان ركيزة أساسية للمفاوضات فيما كان العامل الإنساني هو الأهم في دفع عملية التفاوض التي تعثرت في مرات سابقة ويأتي الترقب لمعرفة نجاح هذه الهدنة بغية تطبيقها في مناطق أخرى من الخارطة السورية وتأكيد أن الحوار والمفاوضات هو أفضل من استمرار القتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر